عايز اكلمكم شوية بقى عن الاهلي بص الخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول ان الاهلي النهاردة طوجة طوجة ببطولة افريقيا للكرة الطائرة للمرة الستاشر في تاريخه كسب النهاردة فريق منوضية بوسالم التونسي وقدر يبقى موجود في كأس العالم للاندية صعد لكأس العالم للاندية جير المرة الرابعة بالمناسبة اللي يصعد فيها فريق كرة الطائرة في النادي الاهلي الى كأس العالم للاندية هنا هقف شوية بس شوية شوية هقف واتكلم معاكم عن فكرة مؤسسة النادي الاهلي انا من الناس وبكل حياد وبكل حياد بشوف ان النادي الاهلي مش مجرد نادي ده الشعور بتاع برشلونة بس النادي الاهلي فعلا مش مجرد نادي هو مؤسسة مصرية كبيرة نجحة في كل الظروف النهاردة الأهلي يوصل كاس العلم للأندية في الكرة الطائرة بارح كاس العلم لكرة اليد كاس العلم لأندية لكرة اليد أول مبارح كاس العلم لكرة القدم كرة السلة جاية نجاح باهر في ظروف نقف عندها أنا ليه بقول لك؟ النادي الأهلي ده مؤسسة مصرية نفتخر بيها بص وأنا هقول لك تفاصيل من جوه قوي يعني النادي الأهلي مثل كل الأندية المصرية مثل كل الأندية المصرية عنده كثير من المشاكل المالية والاقتصادية وأمور صعبة مر بيها العلم كله مش بس بلدنا سهل جدا أنه تبقى الأمور بالنسباله ما فيهاش بطولات ما فيهاش إنجازات أنا مش عارف أصرف على الطائرة مش عارف أصرف على البسكت مش عارف أصرف على اليد بالتأكيد مش عارف أصرف على الكرة ورغم كده الظروف اللي بيمر بيها العالم العالم مش مصر بس الأهلي قادر يتخطاها ويواصل النجاحات صفقات جديدة في كل الألعاب أجانب في كل الألعاب مدربين أجانب في معظم الألعاب ما عندوش أي مشاكل ليه؟ عشان النادي الأهلي مؤسسة راسخة قوية تقدر تتخطى كل الأزمات حتى الأزمات الكبيرة الضخمة حكاية حلوة النادي الأهلي أنا دايما بحس إن أنا فخور بالنادي الأهلي هتقول لي الحق كريم مش حيادي كريم بيكلم بيقولك أنا فخور بالنادي الأهلي أنا ببقى فخور بالنادي الأهلي عشان هو مؤسسة مصرية كبيرة زي مؤسسات كثيرة في مصر بنقول عليها مؤسسة رصغة مؤسسة قوية مؤسسة كبيرة اي ظروف تعدى عليها تفضل مؤسسة كبيرة هو ده النادي الاهلي حكاية حلوة انت ممكن تاخدها من منطق انه الاهلي وصل كسا عامل اندى للكرة طويلة ماشي يا كريم ما هو وصل قبل كده انت بتافر ليه وصل في اليد وصل في كرة القدم وصل في الباسكت لا ما وصل قبل كده لأ أنا بكلمك في ظروف صعبة على الأهلي وعلى غيره بس الأهلي عارف يتخطى هذه الظروف الصعبة إيه سعلى ده بقى؟ إيه سعلى ده؟ هو ليه النادي الأهلي قادر ينجح النجاحات دي في الظروف الصعبة؟ عشان يعمل النادي الأهلي طوال تاريخه طوال تاريخه مش دلوقتي بس كمؤسسة كل واحد عارف دوره كل واحد في دوره هو أفضل واحد ممكن يعمل الدور ده مفيش هزار مفيش مجملات مفيش مشاكل مفيش يعني إنك تبص لغيرك مركز النادي الأهلي في طريقه أنا هنجح في كل حاجة طيب ما تركز أنت يا نادي أهلي أنت شعبيتك الكبيرة من كرة القدم مركز في كرة القدم وسيب الباقي لا أنا مؤسسة رياضية مصرية لابد أن تشرف الرياضة المصرية في كل الألعاب فأنا هصرف على كل الألعاب وهنجح في كل الألعاب وهواصل التفوق في كل الألعاب علشان كده بقول لك النادي الأهلي مش مجرد نادي النادي الأهلي مؤسسة مصرية نجحة وكبيرة ومشرفة ببساطة ببساطة ببساطة